ازول في اللون ومرحبا بكم اليوم بإذن الله راح ندير معكم الكيكة السحرية العجيبة فقط تخلطوا كامل المكونات داخل الغزئ بيون تصبوا الخاليط داخل الصينية تدخلوه للفرن راح نتشكلوا عندكم ثلاث طبقة اثناء الطهي في الفرن طبقة الاولى طبقة الوسطانية كريمة جذيذة جدا والطبقة الفقانية جينواز تهب الخفيفة ما شاء الله والذوق يهب الخيالي ما عندي ما نحكي فيه طريقة سهلة بسيطة اقتصادية سريعة اكيد راح تنجح لكم اكيد تبعوا فقط المراحل للنهاية طبعا راح نوري لكم المقادير هنا بالكستة 120 ميليلتر ونقلكم بالقرام اشحال بسم الله نصف لتر حليب 4 حبات بايد 150 قرام سكر رطب وسكر كريستاليزي نصف رطب نصف كريستاليزي وعندي 150 قرام فارينا ملعقة اكل فانيليا ملعقة اكل ماء ماء الحنفية وهنا عندي رشة ملح داخل بيض البيض نصف السفار عن البيض طبعا نخليط في الأول نبدأ درجة قليلة الباطور ثم نضيفه لأقصى درجة حتى يولي مغانجي ونضيفه تكوتي فقط مع رشة الملح اما سفار البيض هنا مباشرة نفرغ السكر رطب والكريستاليزي قلت لكم نصف رطب نصف كريستاليزي ونضيفه لفاني ونخلط هنا جيدا حتى نتحصل على خليط هكذا كريمي لونه ابيض نضيفه ملعقة الماء ما حبيتش نحي الفيديو هكذا نقطع ولا نسبريمي ولا حبيت نسرع السرعة باش تشوفوا بالضبط كل مراحل وهنا عندي 125 غرام زبدة ولا مارغارين ذوبتهم في ميكوروند خليتهم دكوتيه يعني كأس 220 ميليلتر ناقص اسباطين تقريبا هكذا كأس الاربع اللي ما عندهاش الميزان تدير كأس ناقص اسباطين ذوبه في ميكوروند أنا بها أنا كنت حطيته في ميكوروند ذوبتو حطيتو دكوتي باش يبلد تضيفوه طبعا الزبدة تاكم ولا تضيفوها باردة شوية وهكذا نخلط بالعقل ننضيف تدريجيا كما ننضيف هنا وبلا سباطين تنحس السكر اللي راهو لاسقها كذا في في الغيسي بيوند تاكم باش يذوب بيان يذوب تماما باش تنساجم كل مكونات مع بعض قلت لكم فقط الزبدة ننسيت موريتها لكم شو اللوول باش خليتها دكوتي ونضيف كأس التاعي نقص اسبع قلت لكم مش حالي يرفض بتاع الفارينة طبعا لازم الفارينة تغابلوها هنا راح نخلط طبعا نخلط بالباطوغ عادي حتى يتجنسوا كل مكونات ونضيف الحليب التاعي الحليب عادي بدرجة حرارة المطبخ ونخلط مليح وطبعا المول اللي راح نستعمله يستحسن ان يكون تحت المتوسط شوية ويكون عندو حواف مرفوعين من فوق خير ولم يغان كتاعي هكذا بالفووي معليش نضيف هون نخلط عادي فقط يستحسن انكم تخلو قطع بيض البيض لا تخلطوش حتى ينساجم عفوان تماما بس هكذا باش طبقة الجينواز تشكل فوق وحدها كي تخلو هكذا قطع من بيض البيض تضيفوها على ثلاث مراحل هكذا وتخلطو بالعقل قد ما خلطو كوتل هكذا بيض البيض قد ما يخرج لكم الجينواز تخرج لكم هائلة وخفيفة هنا المول فقط هنا درت تصورت في الليل كي روحت نضير بابي كويسون لقيت انه ما عنديش والله لتلفت لي وحطيت البابي كويسون عفوان بابي ألومينيوم أول مرة حط بابي ألومينيوم غير جربت برك وفعلا ما ننصحكم ش ديرو كي ما درت هنا وطبعا حطيتو هنا خبطو شوية حطيتو في صينية أخرى شوفو في الطرف شوفو الارو ماركيتو خرج لي قيس كاس تصورو يا البنت خرج لي من أطراف قيس كاس وزيد رفعت زي عملا على البابي ألومينيوم زي عملا للفوق وقع بصح ننصحكم ديروا البابي كويسون وإذا قدرتوا تضيفوا له البابي ألومينيوم من تحت بتغلقوا عليهم مليح باش ما يخرج لكمش السائل وهكذا خرج لي قيس كاس 620 ميلي لتر من الطرف لكن ما شاء الله خرجت لي خشي هنا وخرج لي شكل تاها كما راكم تشوفو هنا يهبل الذوق تاها ألو غلا ما نحكيوش فقط لسقط لي على البابي ألومينيوم انتو ما ديروا البابي كويسون ودهنوا شوية بالزودة من تحت إلا ما دهنتوش ثانيك ما عليش المهم دغلقوا مليح على أطراف بسكولة الملتعي تقدرو تديموليوه بسهولة يتحلم الأطراف قد ما درتوا السنوات تاهاكم ولا الملتعكم صغير شوية قد ما تخرج لكم طالعة مليح وطبعا الفورن تكون شعلتوه كي بديتو تخدمو على 150 ولا 160 درجة تحطو الصينية تاكم ونلقاتو تاكم الكيكاتي بعقلها وبغرضها تشدلكم تقريبا ساعة 50 دقيقة تحمروها من فوق وتقطعوها كذا حتى قطعت البابي ألومينيوم باش هزيتها كانت فريموش قطني شوية لغالب هذا هو تصوير في الليل والحوالدقاء مغلوقين شاهدتكم في الجناية البنات بالصح والله غتستحق التجربة غتجربوها انا متأكدة راح تنجح لكم من أول تجربة في الدار ما شبعوش منها روعة 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 طبعا من فوق بعد ما تبرد نحطوها في تلاجة ولا حطوها قبل في تلاجة واحد الساعة نحطتها ساعة واللزوج سوية تلسوية وتقطعوها وضيلوها سكرة من فوق شاهدكم في الجناة ما تنسونيش بالجامعة واللايكات في أمان